بسم الله الرحمن الرحيم الف لامرى تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعكنون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد أشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها خبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وعادتت لهن متكا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وكل حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله وفور رحيم أن اكذفيه في التابوت فاكذفيه في اليم فليلكه اليم بالساخ ليأخذ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتسنأ على عيني ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل أسيتم إن كذب عليكم الكتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديالنا وأبنائنا فلما كذب عليهم الكتال تولوا إلا قليلا منهم والله عنيم بالظالمين لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونغل أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حك ونكون دوكوا عذاب الحريق ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كذب عليهم الكتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا الكتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقاه ولا تدلمون فتينا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعكنون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد أشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها خبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وعادتت لهن متكا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وكل حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله وفور رحيم أن اكذفيه في التابوت فاكذفيه في اليم فليلكه اليم بالساخ ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتسنأ على عيني ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل أسيتم إن كذب عليكم الكتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديالنا وأبنائنا فلما كذب عليهم الكتال تولوا إلا قليلا منهم والله عنيم بالظالمين لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونغن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حك ونكون دوكوا عذاب الحريق ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كذب عليهم الكتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا الكتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب كن متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقاه ولا تدلمون فتيلا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعكلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبره لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد أشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها خبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وعادتت لهن متكا وآتت كل واحدة منهن سكينا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وكل حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله وفور رحيم أن اكذفيه في التابوت فاكذفيه في اليم فليلكه اليم بالساخ ليأخذ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتسنأ على عيني ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل أسيتم إن كذب عليكم الكتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديالنا وأبنائنا فلما كذب عليهم الكتال تولوا إلا قليلا منهم والله عنيم بالظالمين لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونغن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حك ونكون دوكوا عذاب الحريق ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كذب عليهم الكتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا الكتال لو لا أخرتنا إلى أجل قريب كن متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقاه ولا تدلمون فتينا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعكنون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبره لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد أشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها خبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وعادتت لهن متكا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وكل حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله وفور رحيم أن اكذفيه في التابوت فاكذفيه في اليم فليلكه اليم بالساخ ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتسنأ على عيني ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل أسيتم إن كذب عليكم الكتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديالنا وأبنائنا فلما كذب عليهم الكتال تولوا إلا قليلا منهم والله عنيم بالظالمين لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونغل أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حك ونكون دوكوا عذاب الحريق ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كذب عليهم الكتال إلا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا الكتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقاه ولا تدلمون فتينا بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعكنون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد أشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها خبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وعادتت لهن متكا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وكل حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله وفور رحيم أن اكذفيه في التابوت فاكذفيه في اليم فليلكه اليم بالساخ ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتسنأ على عيني ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل أسيتم إن كتب عليكم الكتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديالنا وأبنائنا فلما كذب عليهم الكتال تولوا إلا قليلا منهم والله عنيم بالظالمين لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونغن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حك ونكون دوكوا عذاب الحريق ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كذب عليهم الكتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا الكتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب كن متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقاه ولا تدلمون فتينا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعكلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبره لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد أشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها خبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وعادتت لهن متكا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وكل حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله وفور رحيم أن اكذفيه في التابوت فاكذفيه في اليم فليلكه اليم بالساخ ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتسنأ على عيني ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل أسيتم إن كذب عليكم الكتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديالنا وأبنائنا فلما كذب عليهم الكتال تولوا إلا قليلا منهم والله عنيم بالظالمين لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونغن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حك ونكون دوقوا عذاب الحريق ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كذب عليهم الكتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا الكتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقاه ولا تدلمون فتينا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعكنون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد أشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها خبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وعادتت لهن متكا وآتت كل واحدة منهن سكينا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وكل حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله وفور رحيم أن اكذفيه في التابوت فاكذفيه في اليم فليلكه اليم بالساخ ليأخذ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتسنأ على عيني ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل أسيتم إن كذب عليكم الكتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديالنا وأبنائنا فلما كذب عليهم الكتال تولوا إلا قليلا منهم والله عنيم بالظالمين لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونغن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حك ونكون دوكوا عذاب الحريق ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كذب عليهم الكتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا الكتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب كن متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقاه ولا تدلمون فتينا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعكنون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد أشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها خبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وعادتت لهن متكا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وكل حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله وفور رحيم أن اكذفيه في التابوت فاكذفيه في اليم فليلكه اليم بالساخ ليأخذ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتسنأ على عيني ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل أسيتم إن كذب عليكم الكتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديالنا وأبنائنا فلما كذب عليهم الكتال تولوا إلا قليلا منهم والله عنيم بالظالمين لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونغن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حك ونكون دوكوا عذاب الحريق ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كذب عليهم الكتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا الكتال لو لا أخرتنا إلى أجل قريب كن متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقاه ولا تذلمون فتينا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعكنون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد أشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها خبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وعادتت لهن متكا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وكل حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم أن اكذفيه في التابوت فاكذفيه في اليم فليلكه اليم بالساخ ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتسنأ على عيني ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل أسيتم إن كذب عليكم الكتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديالنا وأبنائنا فلما كذب عليهم الكتال تولوا إلا قليلا منهم والله عنيم بالظالمين لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونغل أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حك ونكون دوكوا عذاب الحريق ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كذب عليهم الكتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا الكتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقاه ولا تذلمون فتيلا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعكلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد أشر كوكبا والشمس والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها خبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وعادتت لهن متكا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وكل حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله وفور رحيم أن اكذفيه في التابوت فاكذفيه في اليم فليلكه اليم بالساخ ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتسنأ على عيني ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل أسيتم إن كذب عليكم الكتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديالنا وأبنائنا فلما كذب عليهم الكتال تولوا إلا قليلا منهم والله عنيم بالظالمين لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونغن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حك ونكون دوكوا عذاب الحريق ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كذب عليهم الكتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا الكتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقاه ولا تدلمون فتيلا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر